مخاطر تفكيك الدولة وصل خلال السنتين اللي فاتوا لمرحلة أو زي ما بيقولوا الشباب كده لليفل الوحش لمرحلة الرعب تفكيك المؤسسات الأمنية بظهور العرجاني مهرب المخدرات واتحاد القبائل كبادين للجيش ونخنوخ كبادين للشرطة ومحمود السيسي وأخوه كبادين لمؤسسة المخابرات ووصول الكرسة لحد استنجاد المواطنين بنخنوخ الفتوة والعرجاني المواطنين بيتوسلوا لنخنوخ إيه بقى النتيجة الكل ده؟ واحدة بتناشد الأخ نصير الغلابة نخنوخ وواحد بيناشد نصير الغلابة الشيخ إبراهيم العرجاني اللي هو لا شيخ ولا مؤنس ولا حاجة مهارب مخدرات النتيجة إيه بقى؟ النتيجة إنها بقت جمهورية البلطاجة بقى انتشر البلطاجية كل ما نمشي خطوة نرجع وراء عشرين ألف خطوة الدولة دلوقتي أهو بلطاجية قادي بلطاجي تحت حماية الشرطة وبقى لو ترخيص شركة فالكون وقادي بلطاجي تحت حماية المخابرات والجيش وبقى لو ترخيص اتحاد القبائل هذا الرجل يا حضرات ماشي في خطة تفكيك الدولة خطة تفكيك الدولة وصلت للسياسة اللي بدلت الأحزاب بمؤتمرات شباب وحوار وطني تافى وكمان للسلطة الرابعة في الإعلام اللي تم تأميمها لصالح شركة اسماع المتحدة اللي بتاعة المخابرات وأصبح دورها مستفز ضد الناس ضد مصالح الناس دورها في سلك المتحدة هو تبرير جرائم السلطة وفشلها الدين ومؤسسته في العمل الأهلي والأسواق والتجار تقريبا كل حاجة تعملها كيان موازي يدار من السيسي وبلطاجيته تفكيك الدولة بقت مهمة السيسي تطلع نمازج مشوهة بدل ما تدافع عن مصالح الشعب تنفخ في الإيجو بتاع الزعيم وتكلمنا عن إنجازاته اللي احنا مش شايفينها إنجازاته في تفكيك الدولة إن البلد اللي بقى لها سبعة تلاف سنة ماشي على الدولة المركزية زي ما التاريخ عرفها ألاف السنين بيتم تدمئها وتفكيكها على يد واحد جي للهدف ده بيفك كل مصمار فيها كل مؤسسة بيخربها بيفرغها بيضيع حق من حقوق المصريين الست اللي ضربت نفسها بالجزمة لأنها طلعت انتخبته ثلاث مرات أنا عايز أقول للهانم دي أو للست دي أنت أساساً أنت لضيعطينا أنت وأمثالك لضيعطونا كنا بنقف في الأستوديوهات دي أو حتى في تركيا ونقول لكوا بلاش بلاش كنت بتطلعوا بالمئتين جنيه وبالكوبونات وبأزايز الميا وأزايز عصير كنت بتطلعوا تشتمونا بالأم والأب وإحنا بنقول لكوا بلاش إحنا اللي شايفين الراجل ده خاين الراجل ده جاي لمخطط واضح النتيجة حضرت الجاية تترابي نفسك بالجزمة بس خلاص